أهلا بحضراتك ولكم التحية وكل سنة وكل أم طيبة وبصحة وبسعادة يا رب يا شباب يا أهل مصر الكرام اللي عنده أم يلحق يبوس رجليها قبل إيديها اللي عنده أم يبوس رجليها وإيديها يلحق الدعوة الحلوة اللي تستره وتنجيه من أي شر استمتع وحاول تشبع من رضاها ومن دعوتها إيه لها قعد معاها حكي لها همومك الأم على فكرة أعظم طبيب نفسي تقعد معاها وتفطفط وتحكي لها وتحكي لها مشاكلك وعلى فكرة ممكن كتير قوي ما يكونش عندها حل المشاكلك دي بس مجرد أن أنت تحكي لها وأنك تفطفط معاها أنت ارتحت وكأنك رميت عليها الحمل ربنا يخلي ويبارك في عمر كل أم موجودة أما اللي معندوش أم وده يوم ما بيبقاش لطيف قوي بالنسبة للي معندوش أم الحقيقة يعني مهما الواحد فينا كبر وبقى عنده ولاد لكن إحساسه أنه هو معندوش أم بيبقى يوم مش أحلى حاجة عشان بس نبقى واضحين مع بعض يعني كده بالنسبة حتى لو مخلف وعنده ولاد وعنده أحفاد الأم أم يا جماعة فاللي معندوش أم أنا النهاردة بما أن أنا معنديش أم فأنا طلعت الأم يقول الله يرحمها صدقة فأنا بقول لحضراتكو أنا عملت إيه وبتمنى أن الكل اللي معندوش أم يطلع لها صدقة كده بنية الرحمة وبنية أنها تكون في الفردوس الأعلى يا رب إن شاء الله اللهم أمين حكايات الأمهات المثاليات كل أم منهم بطلة والحكايات كتير وكتير قوي نهاردة إن شاء الله هنستمع للأمهات المثاليات وبتبقى حلوة قوي أكيد صداها عند الأم لما تحس أن أولادها كده بيقدموا لها ويقولوا لا لا أنت بالفعل أنت أم مثالية وانت لازم تتكرمي وإحنا لازم نبقى فخورين بيكي هي بيبقى سواء هي طلعت أم مثالية أو ما طلعتش أم مثالية أحساس الأم إنها فرحانة بولدها وإن أولادها مشرفينها مشرفينها بسمعتهم وبعلمهم وبنجحهم وبأدبهم وبكل حاجة كده جميلة فيها أما بتشوف الأم فولادها لحاجات دي بتبقى طيرة من الفرح وبتبقى أسعد واحدة في الدنيا حتى لو ما طلعتش الأم المثالية ما بالكو بقى بأم شئيت وتعبت وعانت وعششت واحتوت وامتصت كل ما هو صعب وتبقى واقفة كده أصد ولادها رغم الصعاب وتقول لهم ولا يهمكو أنا معاكو أنا في ظهركو كملو دي فعلا تبقى أم مثالية عظيمة جدا نهار ده كان يوم لطيف جدا ويوم جميل جدا صبح سيدة الرئيس يوم المرأة المصرية كان احتفالية جميلة جدا وفي غاية الأهمية وكان الكلام فيها في غاية الأهمية أيضا سيدة الرئيس النهار ده قال لكل أمة أنت بطلة وكسير النجاح ورئيس السيسي كان بيمدح المرأة المصرية النهار ده الحقيقة تعنويين كلها بتقول لحضراتكو وخليني أبدأ من في عيد الأم السيدة أنت صاري السيسي النهار ده قالت كل عام وأنت مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر هي دي الأم تصبر يبقى عندها حكمة ما عندهاش قرارات سريعة كل هدفها أنه ولادها يبقوا كويسين كل هدفها أن هي تبقى مصطورة هالي زمان يا جماعة كانوا بيقولوا حكم والله والله بيقولوا حكم والحكم دي ساعة إحنا يعني أنا بسمع الشباب تلوية ممكن يعودوا يتريعوا عليه لكن أنا على يقين أنهما لما هيكبروا هيقولوا لا ده أنا أمي اللي رحمها لما قالت كده وأنا كنت بتتريع وبتحك تلع كلامها صح لأنه دي حاجة كلنا جربناها يعني فبالتالي اليوم النهار ده يوم عظيم والمعلمة وشديدة الحكمة الأم وهي بتاخد قرار بيبقى بتبين لولادها أنه هي بتاخد القرار بسهولة وأنها خلاص خدت القرار وبتقول لهم هنعمل كذا وكذا وكذا لكن هما ما بيجوش عارفين أنها ما كانتش بتنام ليالي بتفكر في القرار ده هي تاخدوا طب وده أصلح لهم ده أحسن لهم طيب لو حصل كذا هعمل إيه ولو حصل كذا هعمل إيه الأم الوحيدة اللي بتبقى عاملك كل السيناريوهات في حالة فشل أو نجاح أي قرار هي بتعمله نهاردة كان يوم عظيم جدا